النهاردة جيب لك افضل تمن طرق للربح من الفيسبوك. مش بس كده. ده كمان شرح سريع لكل طريقة وازاي تبدأ. رقم واحد التسويق بالعمولة عبر الروابط. والطريقة دي انك بتسويق منتجات وهيات تانية كتير عن طريق روابط تابعة او ما تسمى بالافليات. ولما حد يشتري من خلال الروابط بتاعتك بتحصل على عمولة. وممكن تبدأ من خلال تسجيل في برامج الشراكة على اكتر من موقع. ودول اسماء لمواقع ممكن تبدأ بهم. وبعد ما تشترك ممكن تنشر الروابط التابعة بتاعتك على صفحتك على فيسبوك. رقم اتنين انشاء صفحة فيسبوك للتسويق الشخصي. هتنشئ الصفحة التسويقية بتاعتك علشان تعرض عليها منتجاتك او خدمات انت بتقدمها. وتعملها بالعلامة التجارية بتاعتك. واهم حاجة اهم حاجة انك تتفاعل مع الجمهور بتاعك. رقم تلاتة بيع المنتجات باستخدام متاجر فيسبوك. لو مش حابب تعمل صفحة وتنشر عليها منتجاتك. ممكن تبيع منتجاتك او تعرضها من خلال متاجر فيسبوك او من خلال سوق فيسبوك. واللي من خلاله ممكن تعرض المنتج بتاعك وتعمل تخفيضاتك وتحدد اسعارك وتحدد الفئة اللي انت محتاج تبيع لها. رقم اربعة. تكديم دورات عبر فيسبوك لايف. لو عندك مهارة او خبرة في مجال معين. ممكن تعمل دورات تدريبية او ورش عمل على فيسبوك لايف. ممكن تحصل ساعتها على ايرادات من الاشتراكات او تبرعات المشتركين. رقم خمسة. بيع الصور والمحتوى الابداعي. لو بتعرف تصمم صور او عندك اي محتوى ابداعي خاص بيك. ممكن تعرضهم للبيع من خلال منصات خاصة بيع الصور والمحتوى الابداعي. زي موقع شطر ستوك او ادوب ستوك. رقم ستة. التسويق بالبريد الالكتروني. وده من خلال انشاء قيمة بريدية من خلال فيسبوك. وهتستخدمها بتكديم محتوى جزاب للمشتركين. وده علشان تسويق بيه منتجاتك وخدماتك. رقم سبعة. انشاء حملة اعلانية على فيسبوك. واللي من خلالها بتستهدف جمهور معين من خلال اعلانات مدفوعة على فيسبوك. علشان تروج منتجاتك وخدماتك اللي بتقدمها. رقم تمانية الربح من الكتابة والنشر. لو ليك في الكتابة وبتقدم محتوى شيق. ممكن تبدأ بكتابة محتوى جزاب على صفحتك على فيسبوك. ولما تبني جمهور قوي ممكن تبدأ تبيع كتب من تأليفك على منصة امازون كاندل. وطبعا كل طريقة من الطرق دي لها مئات الشروحات اللي موجودة على اكتر من منصة او موقع. وبس كده يا سيد لو وصلت معي لغاية هنا ما تحرمناش من لايكك الجميل وتشاير الفيديو علشان غيرك يستفيد. دمتم في امان الله صلوا على الرسول الله. سلام عليكم.